لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لتنبيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وبعد معاشر المشاهدين الكرام فإن حديثي إليكم في هذه اللحظات المباركات سيكون عن ركن عظيم من أركان الإسلام عن واجب من واجبات هذا الدين فرضه الله عز وجل على المسلمين مرة في العمر إنه حج بيت الله الحرام قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بني الإسلام على خمس وذكر صلى الله عليه وسلم حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا لذلك فإن من معتقداتنا أن حج بيت الله الحرام فرض من فرائض الدين بل ركن عظيم من أركان دين المسلمين فرضه الله عز وجل علينا طبعا على المستطيع منا مرة في العمر معاشر الكرام إضافة إلى أن الحج فرض من فرائض الدين وركن من أركان دين المسلمين فإن فيه فوائد لا تعد ولا تحصى وإن فيه منافع لا يمكن أن تستقصى قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات ليشهدوا منافع لهم قال العلماء هي منافع دينية ومنافع دنيوية نعم الحج فيه الكثير الكثير من المنافع الدينية وفيه أيضا بعض المنافع الدنيوية فهو موسم كريم لاجتماع المسلمين على اختلاف لغاتهم على اختلاف جنسياتهم على اختلاف بلدانهم على تباعد أقطارهم يجتمعون في تلك البقاع المقدسة المباركة فإذا بهم يتعارفون وذلكم التعارف هو الذي يوجب التآزر والتعاون والتناصر كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديد والذهب والفضة فنفي الحج والعمرة للذنوب أمر معروف ولكن أن تنفي الفقر أن ينفي الحج والعمرة الفقر عن الإنسان فهذا أمر ما كنا لنعلمه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به إذن أيها المؤمن أيها المؤمنة لا ينبغي أن نبخل على أنفسنا فإن الحج سبب للغنى وإن العمرة سبب للغنى أيضا وقد سمعنا حديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم إن الحج كما سبق فيه من الفوائد الدينية الأخروية الشيء الكثير فهو جهاد الضعفة فقال ثبت أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال صلى الله عليه وسلم لكن أي للنساء لكن أفضل الجهاد حج مبرور فما أعظم وما أجل فضائل الحج ثم إنه ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث صحبي الجليل المكثر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه بل وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والظاهر غفران الذنوب كلها الصغائر والكبائر والتبعات فلا إله إلا الله ما أعظم هذه الشعيرة وما أجل هذه الفريضة نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لحجة المبرورة إنه ولي ذلك والقادر عليه بعد هذه المقدمة أردت معاشر الحجاج الميامين أن أسدي إليكم بعض النصائح والتوجيهات لعل الله تبارك وتعالى أن ييسر لكم حجا مبرورا مباركا بإذن الله تبارك وتعالى متقبل فقبل أو قبيل سفلك أيها الحاج الكريم إلى البقاعد المقدسة أردت أن أضع بين يديك هذه الهدايا التي تكون لك إن شاء الله تعالى أنيسا في حجك تعينك على طاعة ربك وتعينك على استثمار أوقاتك فيما ينفعك يوم تلقى ربك ومولاك سبحانه وتعالى فأقول وبالله وحده التوفيق والسداد ومنه الهداية والرشاد إن أولا ما أوصيك به أيها الحاج الكريم أن تطهر قلبك وأن تخلص نيتك لربك فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فكم من إنسان يذهب إلى البقاعد المقدسة لكن نيته فسدة والعياذ بالله يقصد الظهور ويقصد ثناء الناس عليه أو يقصد أن يحصل لقب الحاج أو يقصد غير ذلك من المقاصد التي لا ترضي الله تبارك وتعالى إذن أخلص نيتك لله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه ولا تقصد غير وجهه الكريم تبارك وتعالى وتذكر أن أي عمل لن يكون عند الله عز وجل متقبل إلا بشرطي قبول الأعمال أما الشرط الأول فالذي ذكرت لك من إخلاص النية لله رب البرية سبحانه وتعالى وأما الشرط الثاني فموافقة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في هديه وسنته فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خذوا عني مناسككم وحتى يكون حجك موافقا لحج المصطفى الكريم صلوة الله وسلامه عليه فعليك أن تتعلم هذه المناسك وعليك إن خفيت عليك مسألة أن تسأل أهل العلم والذكر فقد قال ربنا جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلا تستحي بارك الله فيك من أن تجلس لتتعلم ما ينفعك ولا تستحي من أن تأخذ معك من كتب العلماء الموثوقين ما ينفعك في حجك ولا تستحي بعد ذلك من سؤال أهل الذكر والعلم الذين يأخذون بيدك إلى شاطئ السلامة وبر الأمان بإذن الرحيم الرحمن أخي الحاج قبل ذهابك إلى تلك البقاع المباركة بادر بتوبة صادقة نصوح وأصلح ما بينك وبين الله أولا ثم أصلح ما بينك وبين الناس ثانيا استسمح من ربما ظلمتهم في الأيام السالفة من وجدت منه جفوة تجاهك من رأيت أنك ربما أخطأت في حقه فما عليك إلا أن تذهب إليه وأن تستسمحه وأن تطلب منه العذر قبل ذهابك إلى تلك الأراضي المباركة أيها الحاج الخريم لا تترك أهلك عالة يتكففون الناس اترك لهم من المال والنفقة ما يكفيهم خلال مدة غيابك ثم أنت أيضا خذ من المال واستصحب من المال ما ينفعك إن شاء الله تبارك وتعالى خلال إقامتك هناك فالتبذير والإصراف ليس من الأمور الطيبة وكذلك التقتير والشح والبخل فلا تبخل على نفسك وكل دينار أنفقته احتسب أجره عند ربك سبحانه وتعالى ثم أقول أخي الحاج لا تنسى أن تستصحب معك ما يصلح شأنك من مشط وساعة ومقص وإبرة وأدوية وسواك ومرآة ونحو ذلك من الأمور التي تحتاجها هناك والتي يصلح بها شأنك بإذن مولاك وأركز بصفة خاصة على الأدوية خذ معك الأدوية العامة أدوية الصداع أدوية الإسهال أدوية الحمى وغير ذلك من الأدوية العامة التي يحتاجها كل إنسان فإنك لا تدري ما سيفجأك من الأمراض هناك وأنت تحتاج إلى صحتك احتياجا عظيما هناك ثم خذ معك الأدوية الخاصة بك إن كانت لك أمراض معينة خذ أدويتك الخاصة وإياك أن تنساها ثم استشر طبيبك وأخبره بأنك مسافر إلى الحج قبل ذهابك فسينفعك إن شاء الله تعالى بوصاياه وإرشاداته ونصائحه كما أنني أصيك أخي الحاج بأن تحرص كل الحرص على الحفاظ على أخلاقك الحسنة وعلى إظهار أحسن الأخلاق فإنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يكشف عن أخلاق الناس فالتكشف عن أفضل الأخلاق وعن أجمل الخصال واعلم أنك سفير لبلدك اعلم أنك سفير لبلدك فإذا مدحت أنت فسيمتدح أهل بلدك بسبب أخلاقك الحسنة وإذا ذم الناس أخلاقك أنت فستكون وبالا على أهل بلدك فأنت سفير لأهل بلدك أقولها وأكررها وأؤكدها ثم إن هذه فرصة إن شاء الله تعالى للتغيير الحج فرصة للتغيير خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد لا قتال فيه فهو جهاد بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني غير أنه لا قتال فيه فلا شك أن الإنسان سيعترضه أشياء رح يتعب في الطريق تاعه رح يجد أناساً يتعاملون معاملات لا تليق به سيجد من يتصرف التصرفات ربما أغضبته لكن إنسان لابد أن يكون في المستوى المطلوب إن شاء الله تعالى وأن يحافظ على أخلاقه وأن يكون الحج فرصة لتغيير ما به من الأخلاق السيئة أخي الحاج أكتفي في هذه الحصة بهذه الوصايا والإرشادات أسأل ربي تبارك وتعالى نفعها وأسأله جل وعلا ذخرها وثوابها ولي بك إن شاء الله تعالى لقاء آخر فارتقبه بارك الله فيك وأحسن إليك والحمد لله رب العالمين اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك